ثم يقول كتاب أيضا طوبة للأمة التي الرب إلهها الرب هو المتصلت على جميع ممالك الأمم أحبائي وهذا مهم جدا الله هو الذي يعزل الله هو الذي ينصب تعرفوا بالنسبة للمسيحية نمت من خلال الاضطهاد إلى أن وصلت في يوم من الأيام صارت الديانة الرسمية وما بعرف إذا كان هذا شيء حلو للمسيحية لكن بعدها نرى أن المسيحية ازدهرت ونمت كثير بس ابتدأت المسيحية الإسمية في أيام قسطنطين 313 لما اعتنق المسيحية لأن أمه هيلاني كانت قديسة كانت مؤمنة مؤمنة ويطلع في مرسوم ميلانو وهو اللي نادف في المجمع نقية أنه يعملوا هذا المجمع ضد الهرتقات الأخرى فهكذا ابتدأت المسيحية تتعمم والمسيحية ما عندها شهادة كويسة عبر العصور عبر العصور الوسطى أو العصور المظلمة فكتير من الأحيان المسيحية لما كانت سياسة ودين في نفس الوقت تتسلط صار فيها الإقطاعية والتسلط على الملوك وعلى الممالك يعني فقدت رسالتها الروحية تجاه المجتمع وأنا بتكلم بشكل بسيط بدون الدخول إلى العمق اشتركوا في القناة